نحترمك و نقدرك بس لا يمكن أن الأخ الكبير هنا اللي يدور مهم في البيت أعرفه شو يصير أعرفه شو يجي أبوي أنا عرفك إنسان تحب تأخذ وتعطي مع أبنائك خشف الموضوع على طولات قدم خلصة عاي وش اللي قاعد يصير في البيت يا أبو سعد الله يطول عمرك ورا ما تركزت أمس وش قلنا قلنا بيجون للجيران خلاص يعني اليوم عندنا حفلة وعشة للجيران ألا بس الشي البلالين هذي كلها وشي هذي قصة ثانية غير القصة الأولى وش القصة الأولى وش القصة الثانية رح هناك ورا بقولك يا ثميم العلم رح على هالكرسي داخل بقولك وما هن بلعبين مباراة توزع رح هنا وتعال هنا أجلس يا سعدة أجلس وانه لعب ألعب وسط هباش رحلك كماش رحلك واصل ما تصلح راس حربة تصلح الله يطول عمرك شف يا سعداء أنت متميم وتركي مو بامس قلنا الحريم الحارة بيجوننا خلاص بعد شوي بيجون فحنا قاعدين نحضر له الأغراض ولا أشياء ولا عشاء أنت تدري عن شيء سعد المفروض أنت يا سعد من الصبح في اعتيقة ولا في أسواق المروج تشترينا الفاكة والخضاء لكن ماذيش قاعد نزين هذا اللي أنا أقدر أقول له في البيت يا بوي يعني البيت مقلوب كله المطلق مقلوب ممنوع الدخول فيه وريح الطبخ ودنيا يعني ليه حطيت يعني شف لا تحملنا مالا طاقة لنا به يا بوي حفلتين في يوم واحد وربطين في الراس توجع حفلتين في البيت توجع نعم شف يا سعد هذا الأمر عندنا إلزامي في البيت وامسي أنتم تميم شخصين علينا تقرون البيان ولدينا ونحن والجيران وآخرتها تقول لا تحط حفلة طيب هذه يا بوي قولينا البيت يعني ما في عزائم ما في شي هذه بس البيت لكن العزائم هذه حالات طارح انه شنسوي آه أنا بقول وصعوا بالكم الثاني لمن الحفلة الثاني لمن هل حين أبعطيك العم حنا جاينا ضيوف واجدين الحريم اللي في الحارة طي ومن اللي جانا أمس ضيف اللي جانا أمس جدي الله حطولي عمر من اللي ملأ البيت علينا من اللي جاء منه جدنا ايه ابو علي جدك ابو علي ابو علي اليوم أنا بفاجأه بشغلة حلوة ايوه أنا رسلته مع ابو أحمد قلت بيك تلف فيه الحارة كلها و تصلوا للمغرب و العشة اليوم و تتعرفون على أهل الحي و تتعرفوا على الجيران و جماعة المسجد لا يجي إلا هاضم الحارة و اللي فيها و بعدين في هاللحظة أنا قلت لكم رتبوا يوم أني أتصل عليك يا ساعة أقول رتبوا رتبوا بس مدري من ما قصرت ما عطيتني مشاعر عشان أسوي الحفلة وأنا مليان مشاعر أنا ماني بيعطي مشاعر طال عمرك اليين أتمكن من الأمر أنا ماني بيعطي مشاعر كده الحين أنا قيل لك زي أنتو البالونات صح ولا لا بدا يضحك سعيدا و زي أنتو الله عليكم و هذا الشغل حفظنا لكن ما كنا نجهل الموضوع خلاص عاد جهلت و شو بيصير الله أكبر بترسب بالاختبار نية يا أبوي تفرق أنا الآن لو أسوي العمل ببر والدين و إسعاد الجد و كبير السن و بر في الوالدة أحصل على أجر أكبر والله شوف يسعانا لاحظت أن المرجلة عندك انخفضت و زادت عندك الفلسط أنا ما أدري شو قصتك احتزم احتزم أمجر بالساعد احتزم كفك تمين معي كفك سعيدان معي كفك بس عندي ملاحظة نعم تركي رايح ثاني بسداي اي يعني نسوي لحفلة ثانية يعني نحن نشركها مع الجد شوف الموضوع شوف تشركها عدت معاهلة ما شاء الله